طبعا كلام كتير طبعا الشهر ده شهر مهم جدا بالنسبة لكرة المصرية بداية طبعا نهاية موسم طويل جدا بطولة الدوري المنافسة بين أهلي والزمالك كمان هيكون بعدها على طول يمكن الدوري المفترض يخلص 27-28 يبتدي معسكر المنتخب المنتخب الأول طبعا بين ضمام المحليين ينضم لهم يوم 30 إن شاء الله بإذن الله المحترفين في الخارج يوم 4 يبدأ المشوار الحلم هو مشوار التأهل طبعا لكاسر العلم التصفيات ويمكن المنتخب خلاص حدد يوم 4 سبتمبر عشان يكون تاريخ لمواجهة أنجولا في بداية التصفيات في انتظار طبعا التأكيد من اتحاد الأفريقي هنتكلم على المستويين على مستوى منتخبات مصر الضربة اللي ما كناش متوقعينها المنتخب الأولمبي وصولا طبعا لحلم الوصول لمونديال 2022 وبالتأكيد طبعا جزء كبير من كلامنا هيكون عن مشوار النادي الأهلي شرفنا النهاردة واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمد حشيش ضيف علينا في السادسة بسأخير يا كابتن محمد بسأخير إزاك يا حمد أهلا بك من أور الدنيا ما تقابلناش من فترة طويلة وتوجنا في الفترة دي بالنجمة العشرة بطول الدوري الأبطال ألف مبروك طبعا بركلك عليها مبروك عليك وعلى جمهور النادي الأهلي وعلى مجلس الإدارة طبعا واللعبين يعني انت من الجيل بتهيقلي للعبه مع كابتن حسن حمدي لما كان مدير كورا صح؟ أنا بدايتي في الفريق الأول كان طبعا سنة 81 بالتحديد وتقبلها يعني بطلع ماتشاط ودية مع مستر هيدوكوتي طلعت بقى رسمي 81 كان مستر كالوتشاي هو اللي ماسك وكان الكابتن حسن حمدي مدير كورا وبعدين أنا يعني في الفترة دي انت عارف كان لسه في مركز الليبرو وأنا كنت بلعب الليبرو وهو كان الليبرو برضو وكان بيشبهوني طبعا بالكابتن حسن حمدي عشان فيه بعض الصفات يعني في اللعب يعني مضوع التوقع اللعب الهادي وكده ودي كحاجة طبعا شرف لي أن هم يشبهوني بالكابتن حسن حمدي طبعا كابتن نادي الأهلي وبعد كده طبعا يعني تدرج بقى في طبعا مجلس إدارات النادي الأهلي إلى أن طبعا بقى يعني مرؤساء التاريخين للنادي الأهلي فبنقوله طبعا كل سهل طيبة كابتن حسن وربنا تديك الصحة والعمر لما بتعرف حد من بعيد لبعيد بيبقى كل يعني أفكارك عنه مجرد انطباعات بتاخدها من كلامه أو من المعلومات اللي انت بتعرفها عنه لكن لما بتتعامل معه بشكل يعني فيس توفيس زي ما بيقوله كده صحيح وبشكل يومي وفي إطار منظومة النادي الأهلي بتقدر تحكم على الشخص وتقدر تعرف أكتر حاجات تميزه أو أكتر حاجات تعلمتها منه هو الحياة كان سابق عصره يعني هو بالضبط تحديد الفترة بتاعت كابتن حسن حمدي كمدير كورة هو نقل النادي الأهلي للإحترافية قبل ما الإحتراف يبدأ يعني كان بيحاول يطبق فكر الاحتراف من قبل ما الاحتراف يدخل مصر تعرف الاحتراف يعني جيه بعد كاس العنات بعد كاس العالم 90 بتاع إيطاليا إنما كابتن حسن كان بيحاول يطبق نفس الحاجات اللي بتطبق دلوقتي بس طبعا على سكيل أقل نتيجة للظروف والإمكانيات تواجد طبعا اللعيبة وتفرغ اللعيبة من بدري في النادي قد انطباع للعيبة صحيح إحنا كنا هو بس يعني ابتدى يعرف اللعيبة يعني إيه كورة يعني إيه أنت تتركز يعني إيه أنت تدي وقتك كله لكورة تبقى متواجد في النادي الأهلي ودي كانت من الحاجات اللي حطاها أساسية إنك تبقى وجود في النادي الأهلي من الصبح الغايد بالليل كل حياتك كورة كان متابع اللعيبة حتى برّ النادي الأهلي فالحقيقة لا يعني حجر الأساس خلينا نقول حجر الأساس لمنظومة الاحتراف كانت مع كابتن حسن حمدي وأول لايحة يعني تبقى شبيهة شوية باللاحة المحترفين كانت أيام من كابتن حسن حمدي بالنسبة طبعا للمكافئات والعقوبات طيب خلينا نقل معاك لمنتخب مصر والحقيقة يمكن هبتدي بالأوليمبي الأول إزاي شفت مشاركة المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد توكيو وهل الخروج قدام البرازيل بالنسبة لك كان مفاجأة ولا كنت متوقع أن المنتخب ممكن يروح لأبعد من كده بص طبعا يعني في البداية يعني وصلنا للأوليمبياد دي في حد ذاتها طبعا دي حاجة شرف كبير إن أنت طبعا عالم مصري ترفع طبعا فيه أو المشاركة بتاعت منتخب مصري تبقى في الأوليمبياد وخصوصا أنهم تأهلوا عن جدارة بعد البطولة الكبيرة اللي عملوها طبعا طبعا النجحة بكل المقيس والمستوات العالية اللي تعملت وقتها إنما أنا كنت متخيل أن كان فيه ممكن يبقى أداء أفضل صحيح نتنقلنا من دور المجموعات للدور اللي بعده إنما برضو كان ممكن أنك تستمر فترة أطول بمزيد من لو كان عندك شوية جرأة إنك تقدر تجاري اللعيبة دي لو كان عندك ثقة بالنفس أكثر من كده يعني إحنا لو نستعرض كده بسرعة يعني الماتشات المنتخب أول ماتش أسبانيا كان طبعا أداء كويس فيه البداية بالنحة الدفاعية بالنحة الدفاعية طبعا باللعب أسبانيا من الناس المرشحة للبطولة وبتضم عدد كبير من اللعيبة اللي لعبوا اليورو هو نفس المنتخب أسبانيا حاجة تتكلم عليه ده كودي فوركر كسبة 2 واحد لغاية الدقيقة 92 أو 91 حاجة عشان كده أنا بقولك إيه كان لازم عندك ثقة بالنفس ما تتخضش من الأسماء حنقول البداية كانت مبارفة تحية بالنسبة للمنتخب مصر ووضع طبيعي فيه بعض اللعيبة لسه يعني أول مرة تلعب في محفل كبير زي ده فبرضو فيه خضة شوية ومع ذلك نتيجة الناس قالت إنها الحمد لله كويس هو المواتش المفاجأة اللي هو نقطة التحول اللي هو مواتش الأرجنتين اللي تاني مواتش إن أنت ابتدت كويس قوي مع الأرجنتين اللي هي أقل فرقة كانت في الحياة في المجموعة ضيعت فرص سهلة في البداية تراجعت خسرت بغلطة دفاعية ماركوز دفاعي قديت بعد كده مواتش استراليا مواتش كويس وابتديت إنك تبادر بالهجوم وأحرصت هدفيني على ما كنا حيث حاجة بتعملها شوفنا أداء كويس توسمنا خير بقى فيه مواتش البرازيل بس خضة البرازيل طبعا هي اللي أثرت كان فيه تحفظ يعني كبير شوية وده يمكن أثر على أداء اللعيبة يعني أنت برضو أنت في المقام الأول بتروح تعمل شو تفرج الناس على إن فيه كرة في مصر زي لو هنقارن مثلا بالمنتخب السعودي تخب السعودي خرج بس خرج بشرف وعمل نتيج كويسة أوي وعمل أداء كويس أوي وأحرز أكتر من هدف فيه الحياة فيه البطولة ماتش البرازيل طبعا آه برازيل وإمكانيات كويسة بس أنت برضو ما لعبتش لعبك كان ممكن من البداية طب خليني أخذ منك من الكلامة يعني عشان ما يبقاش الموضوع كله خسائر هل فيه مكاسب هل شفت العيبة وده طبعا واحد من أهم يعني المحافلة الدولية أو العالمية شفت منتخب مصر قدمت مستويات تسمح لها أنها تحترف في الخارج هقول لك طبعا يعني يعني في البداية فيه مكسب جماعي اللي هو اشتراك اللعيبة في بطولة زي دي ولعبوا مدارس مختلفة أسبانيا الأرجنتين أستراليا البرازيل أخذوا خبرات من الماتشات لو هنتكلم على المستوى الفردي فيه لعيبة تقلقت وكنا طبعا احنا حطينا عليها أمال كبيرة طبعا يعني الشناوي زي ما احنا بنقوله دائما للمقولة أنه هو في حتة تانية أكدها في منافسات كبيرة زي دي فطبعا الشناوي ده يعني ما شاء الله حاجة كبيرة وأعتقد أن بدون الشناوي وده كان اختيار موفق من كابت إن شاوي أنه هو اختاره أنه هو فرق معنا كان ممكن ما توصلش للمرحلة اللي أنت وصلت لها كذلك فيه لعيبة تانية برضو استمرار في تأدية المستوى العالي زي مثلا أكرم توفيق أكرم يعني من نجوم الحياة البطولة شوفنا طبعا حجازي والوينش برضو كان على مستوى كويس شوفنا عمار عمل مبراد كويس ياسر ريان على على أد الطريقة اللي احنا لعبنا بيها وأنه كان راجل بلعب لوحده قدام ما فيش برضو يعني زيادة هجومية عندنا عشان تقدر تبين إنما هو الحقيقة برضو يعني كان من لعيبة كويسة وأحرز هدف يتحسيب له برضو صلى الله لم يبقاش زي جون مجدي في الكاس العالم البك لفت فتوح برضو من اللعيبة الكويسة يعني اللعيبة دي كانت الحقيقة هي وهم النجوم وهم أبرز ما كان في البطولة طيب إحنا بعد يمكن شهر من دلوقتي تبتدي خطوة مهمة جدا في مشوار التأهل لكاس العالم خلينا أكلمك على فرص كابتن حسام البدري وهل شايف أنه فيه عناصر من المنتخب الأوليمبي يجب الاعتماد عليها ويجب أنها تخش في خدمة المنتخب الأول بس بعد ما نروح نفصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمد حشيش الحضراتكم شايفينه من نتيجة للمنتخب الأوليمبي آه صحيح الولاد قماشا كويسة وأنا شخصيا اتكلمت عليهم وقلت أنهم أمل شايفهم أمل كبير جدا وما زلت عند رأيي لمستقبل الكرة المصرية وشايف عدد كبير جدا من العناصر أحقية أنها تكون موجودة بشكل أساسي كمان مع كابتن حسام البدري لكن خلينا أقول لحضراتكم أنه اللي ظاهر ده هو قمة جبل الجليد لكن تحت المياه اللي مش ظاهر اللي مش متشاف بالعين المجردة اللي كتير من الناس ممكن ما تبقاش حسة بيه وهو اللي وصلنا لكده هو جسم جبل الجليد اللي غطصان تحت المياه واللي يمكن سريعا يعني طبعا ما عنديش وقت آناش في موضوع لأنه يمكن محتاج وقت كبير جدا لكن خلينا نسمع من كابتن محمد حشيشي طبعا اللي بأكرر ترحيبي به مرة تانية على ششة الأهلي يعني أنت طبعا أثناء الفصل اللي تكلمنا في حاجات كتير كابتن محمد أبتدي الأول بمسابقات قطع الناشئين الناشئين اللي يمكن فيها يعني مش عايفة ممكن نحطها بين قصين كده حالة تشوه كبيرة جدا أساس الكورة عشان تبقى مستوى عالي في القمة لازم تبدأ بالقعدة القعدة هي عبارة عن إيه هي قطعات الناشئين والبرائم في الأندية كلها تمام وبالتالي وبعدها المسابقات اللي بتدي فرصة للعيبة دي أن هما يظهروا بمستوات كويسة أول حاجة نفسك بالنسبة للأندية أنا شايف من خلال شغلي أن اختيارات الأندية للمدربين البراعم والناشئين تلتة ربعة فيها مجمالات مش عايزين يعني نضحك على بعض أنا عارف ومتأكد في جميع الأندية اللعيب النهاردة بيبطل عندي من كورة تاني يوم بخلاص كانت الرخصة الأساسية وسبوع عشر تيام بقيت مدرب هل هذا يكفي أن أنت تدرب أولاً اللي تعلمته فيه وأنت بتلعب خبراتك كلها دي في ناحية بس بتساعد بعد كده إنما الأساس هو علم التدريب تدريب ده علم كبير قصة التعامل مع تدريب الناشئين مختلفة جملة وتفصيلاً عن التعامل مع تدريب الكبار وأصعب ليه فكرة التأسيس في حد ذاته لأن أنت مش بتأسس راجل بيلعب كورة وبيبصي صحة وبيرو تحرك وسريع وقوي وكلام من ده أنت بتأسس شخصية شخصية إزاي تكون توصل للمستويات العالية سواء الفرقة الكبيرة في النادي بتاعك أو على مستوى المتخبات اللي أنت بتلعبها الشخصية دي مهمة جداً لأن الشخصية دي بتفرق في الملعب بيبقالها دور أساسي في تكوينك أنت كلعيب شخصية اللي هي تتحمل الضغوطات المختلفة تتحمل وجود جماهير لو مستوى قل أو حصل لدرب في الماتش إزاي يرجع بنفسه ويبقى متماسك إزاي يقدر كل ده بيحصل على مستوى خطاعات الناشئين طبعاً لا 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 بكل دلوقتي على البراعم والناشئين إزاي أن أنت يبقى فيه كونتكت مع الأسرة عشان موضوع التغذية لأن الجسم بيتكون من الصغر ما بيجيش بعد وهو عنده 18-18 سنة تقول له لا كل كويس ويمنع كذا ويعمل كذا وكذا لا ده فيه دلوقتي علم التغذية حاجة جامد جداً جداً وبيأثر جداً وبيفرق فيه وبعدين التغذية بتاعتي غير بتاعت أحمد غير بتاعت كذا 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 كل واحد له التغذية الخاصة به على حسب وضعه وجسمه فالتغذية دي لها جانب كبير قوي طيب ده التدريب طبعاً المسابقات هدخل بقى على المسابقات لازم يبقى فيه مسابقات تقدر ترفع من المستويات ماينفعش أنا اللعيب كل ما يبقى يعني عن 13 سنة وبيبتدي للسنة لبعدها 14-15 المفروض يبقى فيه تدرج فيه المسابقات من الأدنى الأعلى مظبوط ماينفعش أنا 13 سنة ألعب مسابقات جمهورية عشان لي منتخب أو مسابقة في السن ده وارجع السنة اللي بعدها ألعب مثلاً قطاعات أو ألعب مسابقة منطقة فقط المستوى عالي جداً بتنزل بالمستوى فرق بتيجي تتغلب بالنسبة للأهلي والمقاولين وإنبي بتتغلب بالخمسة وستة وبتنسحب من المباريات فأنت ما بتستفيدش خالص وترجع تاني السنة اللي بعدها كلك أجندة دولية أو السن بتاعك دخل في حتة تانية فأتروح طالع الجمهورية وبعدين ترجع تاني منطقة التزابزق في القصة دي صعب جداً ومعليش يعني مش فيه مدير فني للاتحاد مش مستر فينجال أعتقد تم تعيينه دلوقتي جاه يعني مش مفترض أن الحاجات دي بتبقى في إدارة صلاحياته ورؤيته ده هو ده هو جاء عشان كده هو جاء عشان يخطط للكرة المصرية خطة مثلاً لمدة خمس ست سنين بعد كده تمشي عليها بس على الله طبعاً يستمر نحن تعودنا خلال فترات اللي فاتت ناس ديجي سنوة فكل واحد بيبدأ في خطة بطبعاً خطة دي ما بتكملش كذلك زي بقولك المسابقات فيها أنا أنا كفرع القاهرة بقى أعاني من مشاكل كتيرة جداً جداً منها أول مشكلة وأهم مشكلة هي المستثمرين الناس اللي بتشتري فرق يعني واحد قرر انه هو يعمل أكاديمية ايه الضابط اللي نعمل أكاديمية واحد شخص شخص مش واحد نادي لا لا شخص شخص ممكن مالوش علاقة بالكورة مع إرشين يعني عايز يعمل أكاديمية أكاديمية كورة موضوع ده مربح بقى تيقلي بلوقتي بزنس طبعاً أنا هقولك بقى مصر كلها عايزة لعب لك هقولك بقى الراجل ده بيجي عارف إن فيها فلوس فطيب أنا هعمل أكاديمية أشتراكات معللش فلوس هو اللي بيعمل أكاديمية كورة ده ما بياخدش يعني مالوش شروط يعني أنا النهاردة صحيت من أم عايزة أعمل أكاديمية كورة مالهاش شروط لا مطلوب بأن أنا أخد موافقة اتحاد ولا أنا بقى تبع نادي أو بقى تبع مركز شباب أو السنة اللي فاتت ابتدوا يعملوا دوري الأكاديميات والأكاديميات اللي بتبقى مشتركة في الدوري ده بتبقى عن طريق الاتحاد ولها رولز معينة تمام ماشي إنما أنا بتكلم على واحد مش عايز يخش في الكلام ده ويدفع مع الاتحاد ويبقى فيش تراطات إنه يبقى راجل لعيب كورة أو دارس أو للشرطات الكتيرة ده راجل عايز بس يعمل فلوس فبيجي يعمل أكاديمية في أي حت أجر ملعب ويعمل إنت دارس مش ده لو هفيش كلام من ده بعمل أكاديمية بيلم من الولاد وقل لهم أنا هدخلكوا تلعبوا في مسابقة منطقة القاهرة عشان نادر أهلي شوفكوا والمقولين يشوفكوا والإنبي يشوفكوا كلام من ده يخش إزاي عندنا بيروح يشتري أعمار سنية من مركز الشباب والأندية اللي هي إمكانياتها ضعيفة أنا هدخل عندك بال2007 وال2009 هو اللي يجيب لمركز الشباب الفرقة بتاعته من الولاد اللي في الأكاديمية هو هيلعب بإسمها هو بيشتري اسم مركز الشباب يدفع مبلغ من مركز الشباب ويلعب باسم مركز الشباب مثلا الساحي المركز الشباب مش عارف زينهم أي كلام واخد بالك ويخش يلعب حقه اللي هو عايزه قدام أولياله أمور أن يبالعب في دوري منطقة القاهرة والناس هتشوفكوا هتتنيلوا الأندية باخد منهم مبالغ كبيرة جدا بيبقاش ما بقاش حريص إنه هو لإنه مش هو ما عندهوش هدف أساسي إنه يرتقي بمستوى ويطلع لعيبة كويسة للأندية وبالتالي منتغب مصر لو الموضوع بيزن الصريح الصريح واضح ومش قادرين إنه إحنا نقدر نعمل حاجة في دي بيقابلنا مشاكل جواه كلام ده بقى إيه الناس طبعا مش فاهمة فبالتالي بيجيب مدربين ممكن يتخلقوا مع حكام أو أقصى حاجة إيه أو ينسحب من المباراة عشان ما يتغلبش أولا الأمور ما يضربهوش بره فبيحب ده من يلعب مع الفرق اللي هي كده الليلة يعني عشان الغرض الأساسي إنه هو يطلع بالموسم السنة الجاية هو مش فرق مش فرق مع النادي اللي هو اشترى منه الفرقة يتعاقب يجي عليه أقوبات يحصل وقف يحصل كذا كذا لأنه حيمشي ويلعب في مسابقة تانية السنة الجاية بإسم نادي تاني وناس كلها معظمها عشان مظلمش برضو ناس مش مؤهلة خالص إزاي بقولك هي حتة يعني حتة مالية بحتة وبعدين كمان إنت متقدرش تمنعه لأنه هو جايلك بإسم مركز بإسم مركز معتمد عندك مقنن يعني مقنن واخد بالك إزاي وبيروح يأجر ملعب أي حتة دلاتي طبعا تأجير الملعب سهل جدا جدا لأن أنا مش ترطاتي أنه لازم يكون عندك ملعب لأنا جبت لك عقدة هو أن أنا شار الملعب ده 8 شهور أو سنة بدرش يعمل له حاجة عشان ما يجيهش حد ييجي بقى يكلمه يقول لي إيه توسيق قاعدة الناشئين وأنت بتحارب الناس والله الكلام ده مش مبالغة كابتن محمد يعني كنت متخيل أنه مع انتشار الأكاديميات اللي موجودة في مصر يعني طبعا أنا متفاهم تماما جزئية الجزئية الخاصة بالربحية أنه الناس اللي تعمل الأكاديميات طبعا هدفها الأساسي الربح بس كنت فاكر كمان أنه هتبقى مساحة أكتر لاكتشاف المواهب وأنه يبقى قاعدة المشاركة أوسع بكتير جدا وبالتالي أنك أنت تنقل عناصر بجد اللي ممكن تبني عليها مستقبل كرة في مصر هيبقى مهم أسهل ده لو كان الراجل اللي جاي عايز يعمل حاجة فعلا عايز فعلا لأن انت مش ابن المجال مش ابن الكرير انت جاي لغرض معين ما عندكش أبعاد تانية زي مثلا الأندية بيبقى عنده هدف أساسي أنه يطلع العيبة للفريق الكبير بيعمله اختبار صح وبياخدون الصح وبيصرفوا على كمان اللعيبة عشان يطلع العيبة للفرق الكبيرة بتاعتها والمنتخبات إنما ده راجل جاي مرحلة هو ممكن إحنا عندنا ناس بتيجي في نص البطولة واخد بالك زي مش لعب مشي خلاص اكتفى ومشي انت فاهم إزاي وبعد كده يساوم بقى الناس يعيني الولاد الصغيرين على الاستغناء يعني لو واحد ظهر يبتدي يساوم بقى مع نادي على الولد ده انت فاهم زي عايز ياخد بقى مابلك فيه ويمشي وقابلتني حاجات كتير جدا قدرت الحمد لله أن أنا أقدر أحلي يعني معلش فان أنا مش يعني ما كنتش مسؤول قبل كده أو في موقع مسؤولية في المسؤولين على أو المنظومة المسؤولة عن إدارة الكرة في مصر لكن يعني هو على اختلاف أنا مش بتكلم على شخص معين أو حد معين باسمه في موقع مسؤولية داتي لكن أنا بتكلم على اختلاف إدارات متعاقبة يعني ما حدش كان عارف أو شايف أوجه القصور دي كلها اللي موجودة ما حدش فكر يتعامل معاها أو يجد علاج يصلح من التشوهات الموجودة هقولك هقولك أحمد هي طبعا يعني الموضوع زاد قوي خلال الثلاثة أربعة سنة اللي فاته ابتدى الموضوع لأنه ابتدت الأمور تبقى فيها فلوس كتير قوي ابتدى كل أولاء الأمور عايزين ابنهم يبقى محمد صلاح واخد بالك فبالتالي التكالب الغريب يعني يعني لو تبص بالمقارنة بين مثلا الأجيال بتاعتنا القديمة ودلوقتي إحنا زمان يا ابني ما تروحش تلعب كرة انت كده حتبوز وانت كده حتبوز ومزاكرتك ومزاكرتك ومستقبلك وكلية وكلام ده لا دلوقتي الناس بتضحي بالدراسة عشان يلعب كرة عشان متوسم في ابنه وطبعا كل واحد شايف ابنه ان هو ماردونا او صلاح او الناس دي فبالتالي بيجي بقى مدرب يستغل الحتة دي لا ده ابنك كويس قوي سبهولي بس أنا معايا شهرين ثلاث عشان في الشهر بيدفع 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 الناس يعني ما بيجلهاش كمان فرص يا أحمد في الأندية لأن الأندية لها اختبارات معينة ولها عدد معين وهو عايز الولد ابنه يلعب فبالتالي ما قبلش في الاختبارات دي واختبارات دي واختبارات دي الحاجة الأخيرة بقى الأكاديميات بيمسكوا الناس دي بقى بيحتضنوا الناس دي بقى وبتدوا طبعا يشتغلوا عليهم وطب احنا ده فيه ناس بقى تقولوا ايه انت بس خليه معايا سنتين ثلاثة وانا هصفره لك برا انت كذا كذا فكل الأمور دي بس أنا أعتقد المونسي أحمد مجاهد يعني حط إيده على المشكلة اللي هي اللي أنا بحكيها لك دي وأتعشب إن شاء الله يبقى فيه حل جزري للموضوع ده وأعتقد انه هو هيبقى الحل عن طريق برضه المساعدة مدريات الشباب لأن مراكز الشباب تتبع للمدريات بصفة مباشرة عارف بيبقى عندي حيرة كبيرة جدا أنا ألقصها لك بس انه في المنظومة مثلا زي منظومة كورت اليد قدرنا ان احنا مش موضوع طفرة مش موضوع انك انت تعمل جيل انت خلقت منظومة نقلت مصر من مصاف الدول الضعيفة أو الدول الغير مصنفة أو الدول الهاوية طبعا للسبع الكبار للسبع الكبار صحيح وبقى تتعقب الأجيال المنظومة بالتبار نفسها بنفسها وفيه حفاظها على المستوى وثبات تخلش أي بطولة في أي مستوى سن صحيح انت عارف انت كجمهور حتى مش متابع أو مش متخصص عارف إن مصر مرشحة أو مصر الدخلة تنافس مش قادرين نعمل ده ليه في كورة يعني ما احنا هو ولادنا هم نموذج مصري قدامنا ناجأ هاقول لك لئيه لأن طبيعة الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى بالعكس المفروض دي يسهل المفروض يعني يعني أولياء الأمور عندهم الرغبة وعندهم القدرة أن هم يصرفوا على أولادهم والقاعدة الجماهرية اللي بتحب لعبة كورة القدم بالملايين وعندك أندية كبيرة جدا في كل حتة في مصر يعني فبالتالي كل المعطيات بتقول أنه إذا كانت اليد نجحت فالمفروض أنه الكورة تكسر الدنيا هو برضو أحمد عايزين نفرق برضو عشان الناس برضو تفهمنا صح ما بين المستثمر اللي أنا بحكي لك عليه ده اللي هو على سكيل صغير بيروح اشتري فرقة فرقتين من مركز شباب ولا نادي لمستثمر كبير جاي عايز يعمل نادي ويعمل قطاع ناشئين ويعمل مسابقات عشان يوصل لفرقة كبيرة ويبقى اسم موجود فيه بطولة الدوري ومن هنا يبتدي يعني استثمار صح تمام بيعمل لعيبة صح وبيصرف عليها يعني ده عكس المستثمر اللي أنا بحكي عليه التاني ده بقى بيصرف وبيعمل نادي وبيشتغل وبيجيب ناس خبرات على مستوى كويس لأنه عايز يطلع مثلا من الدرجة الرابعة تالتة تانية مصبوط أولى وبتدي خش في مصاف الأندية اللي هي شغالة بقى تمام اللي هي في صناعة بقى كرة القدم إنما اللي بقول لك الصغير ده اللي هو أريفنا أنا كمسابقات لازم يتشاف له حل لازم يتشاف له حل أنا طبعا يعني على الهواء فيه حاجات كتيرة مقدرش أقولها كمان يعني فيه تفاصيل فيه المواضيع دي تفاصيل كثيرة جدا جدا على مدار السنين وبتزيد بتزيد يعني النادي دلوقتي عشان أو مركز الشباب الإمكانياته ضعيفة مش قادر يصرف على نفسه فبيبقى هو اللي بيطلب حد عايز يشتري الفرقتين دول التلاتة دول ده فيه ناس بتشتري القطاع بالكامل من بابه يعني وصلت أنا عارف إزاي دي بقى سبوبة بقى إنت اشتغلت مثلا إيه في المستعمل عربيات شوية بعد كده فتحت أجنس بقى إنت فاهم إزاي أنا مش هشتغل في عربية والعربيتين لا لا أنا واخد القطاع من بابه طيب أقول لك على حاجة اللي بياخد القطاع من بابه ده بيعمل باطن يعني أنا خدت القطاع كله خدته مثلا مثلا بمئة ألف جنيه واخد بالك لا ده أنا ده أنا هجيب قبل اللي بقى ما أعمل أي حاجة من الباطن كل فرقة كذا لو أنا ما عملتش حاجة خالص وما فيش مسؤولية قانونية على مراكز الشباب اللي بتبيع فرقها دي يعني في الآخر في الآخر أنا قدامي في منطقة القاهرة إيه اسم مركز شباب مركز شباب كذا نادي النصر نادي هليوبلس نادي كذا أنا مليش تعامل معاهم معلش فندم الفلوس اللي بتخش المركز شباب ده بتخش فوق الترابيزة ولا تخش تحت الترابيزة يعني من نص الترابيزة ومن تحت ومن فوق وكل حاجة زي ما أنت عايز واخد بالك لأن هي لو رسمي أنا مش عايز أقول لك يعني عشان برضو مظلمش بكل فيه وفيه واخد بالك لأن هي المفروض لو دخلت رسمي تبقى باينة في الميزانية بتاعتك لما بيجي أقدمها يعني المجلس الإدارة أو المسؤولين عن إدارة مركز شباب ده هيدخلوا الفلوس دي تحت إيه بند المقابل إيه مقابل بيع فرق الناشئين هقول لك بقى نتيجة للتكالب على الشرى واخد بالك إزاي طبعا بجد والله طبعا لا والله ده فلاني الفلاني قال لي هديك مسعى عشر لا ده خمستاشر ده كذا واخد بالك إزاي وما بعملش عقد على فكر أنا بعملش عقد بدخل للنادي أو المركز كذا حد عارف إيه حصل وكل اللي بيعمله إيه فوضنا السيد فلاني الفلاني للتعامل مع منطقة القاهرة في مسألة القيد أو المسابقات انت فاهم إزاي بيطلع جواب بالنادي لأننا طبعا أنا بتعامل مع النادي ما بتعاملش مع مستثمر انت فاهم إزاي أنا يا حبيت أظهرها لا توجع طبعا توجع لأنها توجعنا كلنا في الآخر يعني هي بتبص يا أحمد في النهاية لما تيجي تبص على المنظومة والمردود بتاعها أي منتخب مصري بيخرج من بطولة أي منتخب ما بيتعاملش كاس عالم أي منتخب ما بيفص بلقب ما هو مصريين تعرف انه مصريين بتوجعوا من الكرة طبعا يعني زي أي حاجة مهمة جدا في حياتنا أنا عايز أقولك في جملة أخيرة أنا مش هفرح إن نادي الأهلي مثلا تيجي فرقة في البطولة اللي هي طبع منطقة القرق يكسبها سبعة وثمانية وعشرة أي أنت فاهم إزاي والأهلي متضرر والأنديية الكبيرة متضرر والأنديية كبيرة متضرر والأنديية كبيرة متضرر الأندية عزم ونفسة حقيقي قوية تباين اللعيبة دي المعادن اللعيبة دي إنما لما اللعيب ينفضل مثلا ما تجلوش كورة لكل ما يعرقش في مطش مطشاط لعيبة فرقة بتنسحب وفي الآخر إيه اللي أحب تقول لين سحب يبقى لين صفر مثلا ويلعب اللي بعده يعني في حاجات كتيرة جدا جدا عايزة تغير أساسها هو الموضوع ده وهو الموضوع ده اللي عامل مشكلة ومؤثر فعلا في المستويات طيب للحديث بقية بس خليني كمان أكلمك على المنتخب الأول لأنه يعني طبعا فكرة التأهل لكاس العالم دي بالنسبة للمصريين بقت حاجة يعني أنا أسف يعني بيخة شويتين نحن نعود كل 30 سنة نتأهل مرة بقى شيء مش مقبول فبالتالي كابتن حسان بدري عنده تحدي حقيقي تحدي لأنه مشواره في تصفيات أفريقيا ما كانش مشجع قوي أو خلينا نقول رفع سقف طبوحات المصريين بشكل كبير تصفيات بالتأكيد كاس العالم أصعب من تصفيات أفريقيا طبعا بإزاي بتشوف فرص المنتخب الأول مع كابتن حسان في التأهل لكاس العالم وإحنا على بعد أمطار أخيرة من بداية المشوار يعني أنا شايف برضو أن الفترة اللي فاتت ما كانش فيها استعداد برضو للمنتخب كنا مهتمين طبعا بالمنتخب الأولمبي مهتمين بمشكلتنا الأزالية وهي بطول المسابقة المحلية اللي هي البطولة الأساسية عندنا هي بطولة الدوري المؤجلات الكتيرة اللي كانت حصلة هنا وهنا وهنا نتيجة طبعا للظروف الأندلة اللي كانت بتلعب في أفريقيا وعايز أقول حاجة والله يا أحمد الاتحاد الكرة بس هو الله يكون في قون الناس لأن مستجدد بتحصل والوقت مضغوط وجايين من فترة لازم يكون لها تبعيات اللي هي فترة التوقف خالص بتاعة كورونا ضغطت المواسم على بعضها فحقيقة اللي بيقعد الراجل بتاع المسابقة ده لما بيقعد عنده معطيات كتيرة جدا جدا مزي الأندية اللي كل واحد بيفكر بشكل معين في اتجاه معين هو بيفكر بالنسبة للبطولات ككل ومش مثلا بطولة دوري بس لا بطولة دوري بطولة كاز بطولة سوبر ماتشاط ارتبطات سواء على منتخبات صغيرين أو الأولمبي أو الكبار فالحزبة كبيرة جدا مع وقت مفيش فعشان تزبط القصة دي كلها أو تقدر تعادل وما تزعلش حد أو ما تدايقش حد أو 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 لازم يعني ايه اقولك من البدايات انت عارف الأجندات اللي موجودة عارف مواعيد المتشاط ما تزالش ديها يا كابتن محمد خليه منتخيين يعني كله معروف انه الأولمبيادة هتتلاعب كذا وتصفيات كس العالم هتتلاعب كذا وبطولة أفريقيا هتتلاعب كذا وبطولة عليها ممكن نبني موسم من أوله لأخره لكن يعني مشوفتهاش هي بيني وبينك بقى لازم فعلا يعني يعني تتحطلها يعني زي ما وقوله أسس ان انت بتيجي من أول السنة خالص بتحط للموسم كله وبكل ارتبطات وكلها موجودة عندك كلها إلا زي كانت بقى حاجة زي ما احنا قلنا موضوع كورونا إنما لو الأمور طبيعية الموعد كلها محددة ومعروف النادي الأهلي في البطولة دي انت عندك الموسم الجاي ايه مجاش مجاش كاس عالم وامم أفريقيا وكاس عالم عندها الأهلي وبطولة أفريقيا أهلي وبطولة كونفيدرالي يعني هل انت فكرت بقى من دلوقتي تعمل الكلام ده وبعدين عايز أقول لك حاجة ما هو اللي بيعمل مشاكل إيه انت لو قايل لي مثلا من وحنا أنا وانت راكمين دلوقتي إسكندرية لما تقول لي بس يا كابتن احنا هننزل في الرست نقعد نص ساعة وبعد كده أنا عدي مش عارف فيه النقعد كذا وهنصل إسكندرية كذا من البداية من قبل ما أطلع أقول لك أمين حتى لو أنا جات لي ظروف مستعجل في وصل السكة أنا هلتزم معاك إنما ما تجيش وإحنا في الرست تقول لي والله أصلا أنا عدي على فلان أصلا طب استنى شوية لا أصلا مش هنقدر نقعد في كذا يعني لازم الأمور كلها متحدد لأن كل وقت الوضوح ده الوضوح ده بيرايح الناس كلها كمان الكابتن محمد وبيقلل بشكل كبير جدا من حالة التربص والترصد ما أنت مش هتقدر تتكلم يا أحمد لسبب لأن كل موقف كل موقف بيبقى له تبعات واحد متصدر واحد مش متصدر واحد عنده أصابات واحد عنده كذا فأنت لما تغير لي في النص أنا هتلكك قللك لا أصلا أنا عندي كذا إنما لو بالتحديد من بدري من بدري أنت قيل الكلام ده في جميع الأحوال أنت هتلعب لو حصل لك خرجت هتلعب لو كملت هتلعب هتلعب من غير دوليين هتلعب كل الأمور هتبقى واضحة حالش هتكلم عايز أخد رأيك في الأهلي ودي دجلة ماتش استعدت الصدارة بإذن الله بإذن الله مباراة غالبا هياخدها الأهلي بدون حتى اللعبة اللي كانوا مع المنتخب الأولمبي شايف المباراة دي إزاي بص أنا هتكلم في نقطة أهم من الكلام ده كله فضل أهم حاجة بالنسبة للنادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي حاليا غير اللي استشفى وغير أن هم رايحوا عشان يشيل الضغط العصبي من على اللعيبة اللعيبة في ضغط عصبي بقالها سنة مرورا بكس بطولة أفريقيا اللي فاتت بطولة أنت كل ما بتبدأ هنبدأ دوري أول ما تشف الدوري بصوا بقى البداية لازم تكون صح والنادي الأهلي حامل اللقب ولازم يكسب وتصدر من البداية دلوقتي الضغوطات الإخرانية يا جماعة ما ينفعش إن احنا نخسر بنت عشان كذا عشان المنافس ممكن يبقى كذا عشان الأمر دلوقتي بإيدك ممكن ما يبقاش بيق بص الضغوطات العصبية اللي مستمر فيها لعبة النادي الأهلي دي هي أصعب حاجة على اللعيبة أيو مسؤولية الجهاز الفني مسؤولية الجهاز الفني في المقام الأول مسؤولية كباتن الفرقة بينهم وبين اللعيبة ده بينعكس أحمد كمان على الأداء بنشوف اللعيبة من أول ثانية متصربعة عايز يجيب جول لأني ويقول له ايه كمان انت بص من البداية هاتجون وغطيب جون عشان تريعني عشان الجمهور وعشان الناس ما تقعدش انت فهم ازاي كل ده ضغط عصب كبير جدا جدا يعني دي في الأول وفي الآخر كرة النادي الأهلي ما فيش نادي في العالم خد بطولات قد النادي الأهلي في يعني معقولة الدني يعني مش هتفضل في يعني في برضو حاجات معينة بجانبك التوفيق فيها فخلاص فتشيل بس الضغط العصب بعد كده ربنا يوفر ان شاء الله نورت الدنيا بشكرا جزيلا على وجودك بشكرا جزيلا على صراحتك واعتقد انه فيه كلام كتير جدا كمان فاضل يتقال في فرص ثانية حاجات مهمة حاجات مهمة بشكر حضرتك على وجودك معنا وبشكر حضرتكم على متابعة حلقة النهاردة نقابل حضرتكم بكرا في نفس المعات في السادسة تحياتي لكل جماهي للنادي الأهلي